السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسيوبيا توجه دعوة لمصر والسودان لترشيح مشغلي سدود قبل الملء الثاني لسد النهضة لبالكم يا جماعة دا يعني الرأي دا جاي من أمريكا ماشي علشان الحاد يعني يثبت مصر والسودان حاد يبتدوا في الملء الثاني وبعد كده مصر مش هتكبرك تضرب السد فقال لك حدلت سيوبيا إعلانها المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمضار في يوليو واغسطس المقبلين وذلك بعد أيام من تعصر مفاوضات كنشاسة التي باقت بالفشل دون أحراز تقدم ينهي الأزمة المستمرة مع مصر والسودان ووجه وزير المياه والرأي والطاقة الأسيوبي سيليشي في بيان صادر عن الخارجية الأسيوبية السبت خطابات رسمية إلى كل من مصر والسودان لاختيار وترشيح مشغل السدود من أجل تبادل بيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمضار المقبل ووفق البيان الذي أردته إزاعة فانا الأسيوبية قال وزير الرأي الأسيوبي إن بلاده أحرزت تقدما ملحوظا في بناء السد مع قرب موسم الأمضار حيث من المقرر ملءه في يوليو واغسطس وقد يستمر الملء في سبتمبر وشدد البيان على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول وفقا للمادة خمسة ألف ما أعلن مبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس عام 2015 والذي سيوفر فرصة جيدة لبناء السقة بين الأطراف وشار إلى أنه تم إرفاق معلومات عن اختبار تجربة إنتاج طاقة كهربائية من سد النهضة عبر توربينين مع الرسائل التي وجهها وزير الرأي الأسيوبي لنظيره في ظل الأعمال الميكانيكية المستمرة للتمكن من تركيب باقي التوربينات الأخرى بالسد يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزير الرأي الأسيوبي عن جهود مضاعفة تفذلها أديس عبابا للبد في توليد طاقة كهربائية من سد النهضة في أغسطس المقبل بعد إنجاح عملية الملء الثاني التي تسر على المضي وضمن فيه رغم عدم التوصل إلى اتفاق متجاهلة تحزيرات دولتين المصب وفي حين تريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق سلسي بشانت غير السد قبل ملئه ترى أسيوبيا المتعنتة أن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها وقبل أسبوع كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحزيره من المساس بمياه النيل مؤكدا أن الخيارات كلها مفتوحة في حال تضررت مصر مائيا وحذر الرئيس السيسي من عواقب الدخول في مواجهة مؤكدة أن التعاون والاتفاق أفضل كثير من أي شيء آخر وكذلك أكد السودان أيضا أن الخيارات كلها مفتوحة لحماية أمنه الماء وقال وزير الرئيس السوداني إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة اعتمارية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بما في ذلك تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروسيروس فيما استبعدت وزير الخارجية السودانية مريم صادق المهدي الخيار العسكري لحل الأزمة وقالت أمام الصحفيين في قطر يوم الخميس لا مجال للحديث عن الخيار العسكري نحن الآن ندس عن الخيارات السياسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته